وخلال زيارته لمنطقة السواقي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أعمال تطوير بالمنطقة تلبي متطلبات التطوير الحضري للمدينة وتحقق الاستفادة المثلى من خلال مشروعات تدر عائدا اقتصاديا وتوفر فرص عمل للشباب وأوضح مدبولي أن المشروع يسير بخطة متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات ترجمة نانسي قنقر